من جهة أخرى قالت مصادر مطلعة أن أجزاء أو جزء المعارض داخل الإطار التنسيقي للمالك والعامري يخشى من تشكيل حكومة طويلة الأمد لمدة أربعة سنوات لأنها لن تنجح بسبب المناخ السياسي والشعبي المحتقين أشرت المصادر إلى أن المعارضة تفضل أن يتم تشكيل حكومة مؤقتة لعام أو عامي للإعداد لحكومة دائمة وهذه مواقف فأتبناها مؤخرا زعيم تير الحكم عمر الحكيم وزعيم النصر حيدر العبادي وكذلك قيس الخز علي زعيم العصائب وبينت المصادر أن هذه العامري بسبب شخصيته المقربة من المالك يوافق الأخير على مواقفه كما أن تحالف العزم وحزب الاتحاد الوطني يريدان حكومة طويلة الأمد أضف أن المالك والمدافعين عن موقفه يعتقدون أن العراق بحاجة الآن إلى حكومة قوية مثل التي كانت في 2010 لافتة إلى أن هناك قلقا ما زال مستمرا داخل الإطار التنسيقي من إمكانية تحريك زعيم التيار الصدري الشارع ضدهم بأية لحظة